السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية طلاب 11 علمي إن شاء الله في هذا الفيديو سأقدم لكم شرح الدرس الأول الوحدة السابعة بعنوان نهاية الاقتران عن النقطة إن شاء الله رح نتناول مفهوم نهاية الاقتران عن النقطة إيش يعني كمان مفهوم نهاية الاقتران من جهة اليمين أو نهاية الاقتران من جهة اليسار وكيف نجد نهاية الاقتران من خلال الجدول وكيف نجد نهاية الاقتران هندسية المثال الأول بحكي لك ليكن الاقتران قاف السين تساوي 2 سين زائد 1 وسين تنتمي إلى ح ماذا يحدث لقيام قاف السين عندما تقترب سين من واحد طبع الأمثلة رح أعطيك يا عشان يساعدنا إيه نتوصل لمفهوم نهاية الاقتران النقطة طيب ليكن الاقتران معطينا يا لهو قاف السين تساوي 2 سين زائد 1 هو اقتران ما له خطي مزبوط وسين تنتمي إلى ح اقتران الخطي صيغط اللي هو قاف السين تساوي 1 سين زائد 1 مزبوط ماذا يحدث لقيام قاف السين عندما تقترب سين من الواحد طبعا إحنا مبدئيا من أنحل هذا المثال اللي هو باستخدام الجدول هلأ لو أنا عملت لك جدول هي أنه سين هي قاف السين طيب أخذت أنا قيم لسين ماذا يحدث لقيام قاف السين عندما تقترب سين من واحد هلأ بحكي لك من أن نقترب من العدد واحد تمام هلأ أنا بدي أخذ مثلا واحد ونص تمام بدي أخذ مثلا واحد فاصلي واحد تمام وارجع أعوذ طبعا أنا عمالي عم بأخذ في قيم من جهة اليمين بحيث أن أقترب للعدد مين للعدد واحد ماذا يحدث ماذا يحدث لقيام قاف السين عندما تقترب سين من الواحد فأنا بأخذ قيم واحد ونص واحد فاصلي واحد واحد فاصلي مثلا واحد طبعا واحد فاصلي واحد بالعشرة واحد فاصلي واحد في المية كل هدو الأرقام عمالها عم تقترب من مين من الواحد نعوذ قاف الواحد فاصلي واحد بالعشرة بالاقتران فبصير اثنين دارب واحد فاصلي واحد بالعشرة زائد واحد بطلع ثلاثة فاصل اثنين بالعشرة تمام هي معناتها لنقترب من الواحد من جهة اليمين تمام طيب خذ كمان واحد فاصل واحد في المية ونعوذ في الاقتران قاف الواحد فاصل واحد في المية بدسل اثنين دارب واحد فاصل واحد في المية زائدا واحد اللي هو بطلع معك الجواب ثلاثة فاصل اثنين في المية ثلاثة فاصلة اثنين في المية تمام؟ طيب أنا بدي أخذ مثلا كمان بدي أقرب له واحد صحيح مثلا واحد من ألف ها تمام؟ وارح أعوز صورته في الاقتران بطلع معك ثلاثة فاصلة اثنين من ألف طيب هلا لو إجينا أخذنا القيم إذا نقربنا من الواحد من جهة اليمين هلا نيجي نقرب من الواحد من جهة اليسار هيا من جهة اليمين وأخذنا القيم بحيث أن نقرب للواحد من جهة اليمين وشفنا صورتهم في الاقتران قافل سين إحنا عوضنا كل قيمة من قيم سين وشفنا صورتهم طيب لما قربنا من جهة اليمين طلع معك مثلا صورة واحد ونص أربعة الواحد فاصلة واحد ثلاث فاصلة اثنين الواحد فاصلة واحد في المية ثلاث فاصلة اثنين في المية الأمالها القيمة عن شو بتقترب؟ تقترب قيمة الاقتران من الثلاثة صح؟ طيب نيج لو أخذنا من جهة اليسار قيم وقربنا للواحد مثلا أنا بدي أخذ اللي هو نص ونعوذ قاف النص في الاقترام بتصير عندنا 2 درب نص زائداً واحد نزبوط اللي هو 2 بيطلع معك طيب خلينا نأخذ مثلا نقرب أسود نأخذ 9 بالعشرة ونشوف صورتها قافة 9 بالعشرة وتساوي 2 درب 9 بالعشرة زائداً واحد بتطلع 2.8 بالعشرة طيب خد 99% قاعدين بنقرب من أي جهة من جهات اليسار جايين لها لا قيمة العدد عندي إيش هو سين سين تساوي واحد طيب أخذنا 99% ارجع عوض في الاقترام بطلع معك 2.98% تمام خد 999 من ألف وارجع عوضها في الاقترام قاف السين بطلع معك 2.998 من ألف القيمة عمالها عم تقترب من أي قيمة كل ما قربت من الواحد من جهة اليسار القيمة عمالها 2.99% عمالها عم تقترب لمين لا صورتها لمين بتقترب للثلاث تمام؟ إذن أخذنا قيمة أكبر من العدد نرجع كمال مرة أخذنا قيمة أكبر من العدد واحد أخذنا له الواحد ونص وقربنا أكثر للعدد واحد واحد ونص واحد فاصل واحد واحد فاصل واحد في المية قربنا لأكثر لمين؟ للعدد واحد تمام؟ وإحنا لاحظنا كل ما اقتربنا من العدد واحد من جهة اليمين اتفقنا إنه من جهة اليمين إيش يعني يا 2.11؟ يعني أكبر من العدد واحد من جهة اليمين يعني أكبر من الواحد قيمة قاف السين عمالها عم تقترب من مين؟ من العدد ثلاث مزبوط تمام؟ كمان إيش لاحظنا؟ كل ما اقتربنا من العدد واحد من جهة اليسار ماذا يعني جهة اليسار؟ يعني أصغر من العدد واحد تمام؟ قيمة قاف السين أيضا تقترب من العدد شو؟ تلقى فهذا الجدول اللي أنا عملت لك يا بشير إلى إيش من أن نتوصل؟ بشير إلى مفهوم النهاية تمام؟ يعني شو بدك تستنتج؟ شو الحكي اللي أنا بد أن نتوصل له؟ إنه هذا يعني عندما تقترب سين من العدد واحد نجد أنه تمام؟ قاف السين تقترب لمن؟ تقترب من العدد اللي هو ثلاث تمام؟ هذا الكلام اللي أنا حكيت لك إياه وضحنا من خلال الجدول ممكن أترجمه لإيش؟ لعلى شكل نهاية يعني أنا بقدر أقول النهاية طبعا الرمز النهاية نهى شو رمز النهاية؟ رمز النهاية نهى نهى لمن؟ للاقتران اللي عنده اللي هو قاف السين لما سين تقترب لما سين تقترب لمن؟ هذا السهم معناه تقترب أو تقول إلى الواحد القيمة كل ياتها النهاية عمالها عم تقترب لمن؟ للثلاث تمام؟ عندما تقترب سين من العدد واحد نجد أنه قاف السين تقترب من مين؟ من العدد الثلاث كل هذا بشير إلى مفهوم إيش؟ النهاية فرمز النهاية نهى لمن؟ للاقتران اللي عنده قاف السين لما سين تقول أو تقترب من واحد قد يتساوي عندي ثلاث طبعاً إحنا حلينا المثال واحد يحدى أشي العلمي باستخدام ماذا يحدث لقيم قاف السين عندما تقترب سين من العدد واحد باستخدام إيش الجدول طب لو منا نأخذ نفس المثال نفس المثال السابق اللي هو يكون الاقتران قاف السين تساوي 2 سين زائد واحد سين تنتمي إلحة ماذا يحدث لقيم قاف السين عندما تقترب سين من الواحد نفس المثال تمام؟ بس منا نأخذه من خلال ايه؟ من خلال الرسم البياني نرسم مثل بيانياً للاقتران قاف السين تسع وثنين سين زايد واحد طبعاً هذا الاقتران خطي بقدر ارسمه نعمل جدول هي عندنا سين هي قاف السين ناخذ عندنا قيم مثلاً ناخذ سفر من سين تنتمي لها عوض في الاقتران 2 درب 0 سفر زايد واحد واحد خذ مثلاً الواحد 2 في واحد 2 زايد واحد اللي هي ثلاث خذ مثلاً الاثنين 2 في اثنين 4 زايد واحد خمسة خذ مثلاً سالب واحد اثنين في سالب واحد سالب اثنين زايد واحد اللي هي سالب واحد نيجن مثله مثلاً السفر مع الواحد الواحد مع الثلاث تمام؟ الاثنين مع الخمسة تمام؟ والسالب واحد مع السالب واحد كد ما بدك نقاط خذ هلا منجيب المصطرة ومنوصل عنا عشان نحصل على ايش قافل سين تساوي 2 سين زائد واحد تمام جبنا المصطرة ووصلنا بين النقاط هاي عنا الاقتران قافل سين تساوي 2 سين زائد واحد اللي يمثلناه هندسيا تمام هلا عنا المفهوم السؤال ايش بيحكي لك ماذا يحدث لقيم قافل سين عندما تقترب سين من العدد واحد هلا عندما نقترب تمام من عندما تقترب سين من العدد واحد هلا بنقسم القسمين يعني احداش العلم الى مفهومين ايش يعني من ناخد قيم قيم طبعا في البداية بكتب لك يا بعدين ان شاء الله بصير انت لحالك قيم تقترب من العدد واحد نناخد من جهة اليمين هلا اي عندنا الواحد هو عنده عند مين بده عند الواحد تمام فبده ماذا يحدث لقيم قافل سين عندما تقترب سين من العدد واحد هندسيا انا بدي اشرح لك هنا اللي هو هندسيا باستخدام التمثيل البياني تمام هلا احنا معنا قيم ناخد قيم تقترب من العدد واحد من جهة اليمين يعني هاي من جهة اليمين تمام بنا ناخد انه بجوار العدد واحد اخذنا من جهة هيك معناته من نقرب للواحد من اي جهة من جهة اليمين تمام تمام الالية شو بنعمل عشان نشوف ماذا يحدث لقيم قافل سين عندما تقترب سين من العدد واحد شو بنعمل بنرفع خطوط عشان احنا نوجد القيمة هندسيا نطلع عليها هداش العلم كيف الالية بنرفع خطوط طيب برفع خطوط لوين تمنى اطف في الاقتران اللي عندي هاي الاقتران اللي انا مثلته تمام طيب هاي بناخد قيمة ومنرفع ها طيب طف في الاقتران اللي عندي هاي صورته منشوف شو صورته مثلا هاي في الاقتران تمام نشوف صورته اللي هو انعكاس على محور ايش نشوف كم صورته في محور صاد تمام طبعا مظلني ارفع خطوط واخد قيم عمالها عم تقترب من مين من العدد واحد من جهة ايش احنا بنعمل من جهة اليمين هاي مثلا عنا الصورة هاي عنا مثلا هاي صورتها تمام هاي عنا مثلا صورتها لو اخذنا مثلا واحد ونص صورتها كذا هاي في محور الصادة ها نظرنا نقترب للعدد واحد عمالها القيم قيم اللي منطلحها على محور الصادات يا احداش العلمي عمالها عم تقترب من اي قيمة عمالها عم تقترب من العدد ثلاث اذا من جهة اليمين القيمة عمالها عم تقترب من وين ونشوف صورتها على محور الصادات بتقترب من العدد ثلاث تمام عكسناها صورة على محور الصادات تطلع معي الرقم ايش عمالة عم تقترب من العدد ثلاثة تمام طيب هل من انا اخذ قيم تقترب من العدد واحد من جهة اليسار طيب ايش كنا هندسياني المفهوم ان انا المبدأ لمن انا اخذ من جهة اليسار هي بجوار العدد سين تساوي واحد جوار العدد هي من جهة اليسار تمام والفكرة اني مثلا بدي اخذ نص وأشوف صورته هي الصورته مثلا تمام وظني اكرب لمين اخذ قيم عمالها عم تقترب للعدد واحد هي الصورة عمالها باقترابي للعدد واحد صورتها عم يحور الصدات عمالها عم تقترب لأي عدد للعدد ثلاث اذا لو لاحظت من جهة اليمين ومن جهة اليسار عمالها عم تقترب القيم قيم قاف السين عمالها بتقترب للعدد مين العدد عند اللي هو ثلاث تمام اذا نجد انه قاف السين بتقترب من القيمة ثلاث من جهة اليمين وايضا من جهة اليسار عمالها عم تقترب من اي قيمة من القيمة ثلاث هلأ لو اجينا نشوف الصورة مثلا بدنا احنا قاف الواحد قافل واحد شو يعني قافل واحد يعني مننا صورة صورة العدد واحد يعني كم صورته يعني صورته على محور إيش على محور الصادات فلأ وجينا قافل واحد يعني بالزبط على الواحد برفع خط هلأ قافل واحد بالزبط هاي إن الواحد برفع كم صورته على أول قيمة بالطف الاقترام بتكون هي صورته هاي كم صورته انه اللي هي ثلاث. فقاف الواحد شو هلها تساوي معك احداشر اللي علمي اللي هي ثلاث. تمام? هلأ بالصجفة طلعت معي انا النهاية طبعا احنا كنا عندما تقترب سين من العدد واحد من جهة اليمين اخذنا قيم تقترب من الواحد من جهة اليمين وقيم تقترب من واحد من جهة اليسار كنا هادا بدل على مفهوم ايش? مفهوم النهاية. اذا الممكن اترجم انا هذا الكلام اللي انا كتبته له نهاية مين? الاقتران اللي عندي قاف السين لما سين تقترب او تقول للواحد كده طلعت معك تساوي ثلاث. هل انه النهاية قاف السين لما سين تقترب من واحد هي نفسها قاف الواحد? طبعا لا. هي نفسها مش نفس قاف الواحد. مظبوط هي بصد فيها نطلعت نفس الجواب. عندي ثلاث ثلاث. ولكن هي بشكل عام نهاية قاف السين. مفهوم النهاية مش نفسه مفهوم صورة الاقتران او صورة العدد سين تساوي واحد في الاقتران صورته في الاقتران قاف السين. تمام? لانه مفهوم النهاية ايش احنا الا ان شاء الله راح نكتب تعريف النهاية الاقتران عن نقطة. فاحنا ايش يعني مبدئيا انه مناخذ قيم من العدد عندي الف بشكل عام من جهة اليمين ومنشوف قيمه او صورة ايه نعكاسه على محور ايش? منشوف منعكسه على محور الصادات ومنشوف القيم عمالها عم تقترب لأي عدد. تمام? سواء هذا الحك كلم من جهة اليمين او من جهة شو اليسار. اذا شو بقدر اقول النهاية النهاية بدرس سلوك الاقتران حول هاي القيمة اللي بقضيك اياها بالسؤال. اذا النهاية يدرس سلوك الاقتران حول هذه القيمة. طبعا القيمة اللي عندي اللي هي سينتساوي ايش? واحد. طبعا احنا حسبنا قاف الواحد من خلال التمثيل او من خلال التمثيل الهندسي اللي امامي. او طبعا ممكن قاف الواحد اللي برجع اعوض مكان هاي انه قاف السين معتك يا اثنين سين زائد واحد. يعني مكان السين بعوض واحد مباشرة. طبعا تصير معنا قاف الواحد رح تساوي اثنين في واحد اثنين زائد واحد وتساوي ثلاث. طيب. هلا ناخذ كمان مثال اوضح مفهوم نهاية الاقتران النوع. طيب. في ان المثال اللي هو صفحة اربعة وثمانين ايش بحكي لك المثال يحداش العلمي. هاي امامنا المثال. ماذا يحدث لقيام الاقتران قاف السين معطيك اياه اللي هو اقتران متعدد القاعدة اللي هو سين زائد اثنين لما سين لا تساوي اثنين وخمسة لما سين تساوي اثنين. هلا شو يعني سين لا تساوي اثنين يعني سين اكبر من اثنين او سين اصغر من اثنين. هي لا تساوي اثنين. ولما سين تساوي اثنين كده ما اعطيك اياها قيمة قاف السين عنا اللي هي خمسة. ماذا يحدث لقيام الاقتران قاف السين عندما تقترب سين من العدد اثنين. ان شاء الله بس نقلص هاد المثال رح نتوصل لعدة استنتاجات ونلخصها انا وياك احداش العلمي. طيب هلا لو اجينا نمثل الاقتران قاف السين عندي هندسيا. طبعا احنا رح نحلها هندسيا مش باستخدام الجدوات. هندسيا. تمام يا باستخدام التمثيل البياني. وجيت انا ارسم هاي الرسمة. اجيت على القاعدة الاولى ممتعدد القاعدة. القاعدة الاولى هي سين زائد اثنين هو اقتران. ما له? اللي هو اقتران خطي. طبعا معطيك انها سين لا تساوي عندما سين لا تساوي اثنين. فاحنا لو اخذنا قيم هاي سين وهي قاف السين. تساوي. مثلا لا تساوي اثنين خد مثلا الواحد. واحد زائد اثنين اللي هي ثلاث. خد مثلا السفر. سفر زائد اثنين اللي هي اثنين. تمام? خد مثلا السالب واحد. سالب واحد زائد اثنين اللي هي واحد. الى اخره. هلا عندما سين تساوي الحال الثاني. لما سين تساوي اثنين قاف السين كم عندي بدها تكون عندي خمسة. فانا اجي امثل اول اشي مثلا السفر والاثنين هاي تمام والواحد والثلاث طيب هلا سيل لا تساوي اثنين طب لو حطيت انا هانا اثنين بس بدي حط عليها دائرة مفتوحة هاي معناها دائرة مفتوحة شو يعني دائرة مفتوحة مش داخلة ضمن المجال لانا سيل لا تساوي اثنين وجيت عوضت في الاقتران اثنين زائد اثنين شو معناته بنحط عنا الجواب اللي هو اربعة ليش حطينا اثنين لانها مش داخلة ضمن المجال تمام طيب اذا كمان اثنين مع مين مع الاربعة ونحط عليها بس دائرة ايش هاي ها اثنين مع الاربعة ونحط عليها دائرة مفتوحة هلا ناخذ الثلاث مثلا نشوف ثلاث زائد اثنين بدا تطلع الثلاث مع الخمسة ها الثلاث مع مين مع الخمسة هلا منجيب المسطرة ومنوسل السالب واحد مع مين طلع مع الواحد تمام هلا منجيب عنا المسطرة ومنوسل ومنرسم الاقتران هاي عنا جبنا المسطرة طبعا انت بامكانك الى تستخدم التمثيل اللي هو ورق الدفتر المربعات تمام ولما سين تساوي اثنين كم صورتها هاي هاتنين عنا عند الخمسة نحط دائرة مغلقة ليش هان دائرة مغلقة لانها صورتها كم عنا لما سين تساوي قافل سين يساوي خمسة لما سين تساوي ايش اثنين طب ليش حطينا هان دائرة مفتوحة لان هاي مالها في القاعدة قافل سين تساوي سين زائد اثنين سين لا تساوي اثنين اثنين مش داخل ضمن المجال تمام فمحط عليها دائرة مفتوحة هين انا مثلت تمثيل ايش بياني هلا شو المطلوب مني ماذا يحدث لقيم قافل سين عندما سين تقترب من اثنين هكينا احنا من ناخذ من جهة اليمين هاي عنا اثنين من حدد اثنين ومنجيله من جهة اليمين هلا الالية من خلال التمثيل اني انا برفع عنا ايش بنرفع خطوط يطب عندي بالاقتران طي يوصل للاقتران هاي عنا مثلا من ناخذ احنا بجوار العدد اثنين من جهة اليمين ومنرفع طي طب عندي في الاقتران هاي صورته مثلا تمام ونشوف صورته عم حور الصادات طيب ايها نقرب قاعدين لمين للعدد اثنين هاي عنا صورته هاي عنا صورته صورته كذا طيب اي عنا صورته طيب القيم عمالها كل ما بقترب من العدد واحد القيم عمالها عم تقترب لمين للعدد اربعة من جهة ايش اليمين طيب لو اخذنا من جهة اليسار نفس الاشي من جهة بالدقاجة اقرب لاثنين من جهة اليسار القيم عمالها عم تقترب لمين برفع خطوط فكرة انه هندسيا اني برفع خطوط يحداش العلمي بحيث انه يطب عندي بالاقتران يخبط عندي بالاقتران اللي هو وقا في السين يلا ها القيم عمالها عم تقترب كل ما اقتربت للعدد اثنين القيم انعكاسه عن محور الصادات او القيم صورتها على محور الصادات عمالها عم تقتربها لاي عدد للعدد اللي هو اربعة تمام للعدد اربعة اذا بقدر اقول انا انها نهاية قاف السين لما سين تقترب من الاربع من الاثنين شو بتساوي اللي هي اربعة تمام كمان مرة اذا فكرة كيف اجد النهاية من خلال الرسم هندسيا اني بمسك العدد اللي بدو اياه من وين هو بدو العدد بدو تقترب قيم سين من العدد اثنين بظن ارفع في خطوط من جبجي من جهة اليمين وارفع في خطوط واشوف صورتها كل ما اقترب من العدد اثنين الصورة عمالها عم تقترب لميل للاربع يلا من جهة اليسار بظن ارفع في خطوط واشوف صورتهم على محور الصادات من جهة اليسار ارضا عمالها عم تقترب من العدد اربع اذا بقدر اقول نهاية قاف السين لما سين تقترب من اثنين شو بتساوي معك احداش العلمة اللي هي اربعة طيب لو اجيت اشوف قاف الاثنين يعني صورة الاثنين في الاقتران قاف السين عندما سين تساوي اثنين لو اجيت من خلال الرسمة يعني انا بدي صورتها يعني بالزبط برفع خط هايو من عند سين تساوي اثنين وبشوف صورتها بالزبط عند الاقتران لاي دائرة مفتوحة يعني غير معرفة ولكن هان في عندي دائرة مغلقة اذا لو كان ما في دائرة مغلقة بقول قاف الاثنين غير معرف ولكن في عندي هن دائرة مغلقة يعني قاف لاثنين شو بدها تساوي خمسة او اعجي على الاقتران قاف السين عندك لما سين تساوي اثنين كم صورتها خمسة مباشرة تمام اذا هنستنتجنا انه ليس بالضرورة ان تكون نهايد قاف السين لما سين تقترب من اثنين انها تساوي قاف لاثنين ليس بالضرورة يعني في هذا المثال طلعت معي نهايد قاف السين لما سين تقترب من اثنين لا تساوي قاف لاثنين يعني مش شرط عنا نهايد قاف السين لما سين تقترب من اثنين انها تساوي قاف لاثنين فاحنا منتوصل لاتعلم ايش اتعلم بحكي لك نهايد قاف السين لما سين تقترب من الف تعني سين لا تساوي الف هذا اتفقنا عليها انها مش نفسها سين تساوي الف تمام اذا مفهوم النهاية نهايد قاف السين لما سين تقترب من الف تعني سين لا تساوي الف هلأ إيش معناها نهاية قاف السين لما سين تقترب من ألف إما سين عدد أقل من ألف بمقدار صغير جدا أقل من ألف حكناه من جهة اليسار لما أخذنا مثال واحد وكيف تكتب من جهة اليسار نهاية قاف السين لما سين تقترب من ألف عليها شحطة يحداش هيك معناها عليها شحطة من جهة اليسار تمام؟ أو أن سين عدد أكبر من ألف بمقدار صغير جدا يعني عمد أخذ أكبر منه من جهة اليمين شي يعني أكبر من ألف من جهة اليمين وكيف بنكتبها نهاية قافل سيلمسين تقترب من ألف من جهة اليمين يعني بنكتب إشارة موجب من جهة فوق ألف معناها هاي من جهة اليمين إذن نهاية قافل سيلمسين تقترب من ألف من جهة اليسار هنا ترجمناها بالرموز معناها هنا عدد أقل من ألف ونهاية قافل سيلمسين تقترب من ألف من جهة اليمين المعناتة النهاية من جهات اليمين لما ناخد عدد أكبر من ألف رقم اثنين حتى تكون نهاية قافي السيلمسين تقترب من ألف موجودة يعني I'll be able to tackle in this element إن هذه النهاية موجودة لازم أنIh Republicans إذا كانت النهاية من جهة اليمين تساوي نهاية قافي السيلمسين تقترب من ألف من جهة اليمين بتكون نهاية قافل سينمسين تقترب من ألف شمالها موجودة رقم 3 لإيجاد نهاية قافل سينمسين تقترب من ألف ليس بالضرورة أن يكون قافل سينمعرفا عنده سين تساوي ألف وإنما يجب أن يكون قافل سينمعرفا بجوار ألف كيف يعني شو المقصود فيه؟ ارجع للمثال إرجع للمثال هلأ لما إحنا أوجدنا نهاية عن ترجم اللي إحنا أتعلم من خلال المثال اللي إحنا أخذنا هلا ماذا يحدث لقيام قافي سين لما سين تقترب من سين من جهة الثميسين من العدد اثنين معناته بان نوخد نهاية قافي السين لما سين تقترب من اثنين من جهة اليمين بحط فوق الاثنين موجب يعني من جهة اليمين وبروح ع الرسمي زي ما قلتلك هلا احنا ارجع للشريح ان اخذنا من يجيله من جهة اليمين يعني نوخد عدد اكبر من الاثنين طيب و منروح من نرفع خطوط طبعا هندسيا تنشوف انه ونقترب من اثنين صورتها عمالها عم تقترب لمين من الاربعة تمام واخذنا كمان نهاية قاف السين لما سين تقترب من اثنين من جهة اليسار بعدين منحط فوق الاثنين اشارة سالب معناها من جهة اليسار واخذنا قيم واقتربنا لاثنين من جهة اليسار عمالها القيمة ايضا بتقترب من ايش من الاربعة اذا بقدر اكون نهاية قاف السين لما سين تقترب لاثنين موجودة وكدي قيمتها اللي هي اربعة. هذا اللي شرحناه فئة تعلم. وحكينا انها نهاية قاف السين لما سين تقترب من اثنين. هذا لا يعني انها سين. سين لا تساوي اثنين. تمام? طيب. هلا حكينا انه رقم ثلاث فئة تعلم لاجاد النهاية ليس بالضرورة ان يكون قاف السين معرفا عندها سين تساوي اثنين. هاي عنا اثنين. احنا طلع عنا معرف يعني قاف الاثنين صورتها خمسة. لو ما في عنا دائرة حمرة وعنا مفتوحة هان شو بقول قاف اثنين غير معرف. لو ما عندي هنا دائرة حمرة. لو يعني قاف الاثنين مش خمسة. لو غير معرف يعني ظلت عندها دائرة مفتوحة بقول غير معرف. شرط اني لبحت في النهاية انها تكون قاف الاثنين معرفة. لا ولكن بجوارها يعني من جهة اليمين ومن جهة اليسار لازم يكون عنا معرف. ان يكون قاف السين معرف بجوار العدد. تمام يحداش العلمي? خلينا ناخد مثال خارجي يحداش العلمي عشان تشوف حالك فاهم او لا. الشكل المجاور يمثل منحن الاقتران قاف السين. ابحث في النهايات الاتية. الرسمي معطيك اياها جاهز قاف السين واحنا ملا عليه منا نشوف النهايات الاتية. هلا بدو فرع الف. نهاية قاف السين لما سين تقترب من سالب اثنين من جهة اليسار. كنا لما يحط شحطة او سالب فوق العدد عنا الف بتكون يعني معناتها من جهة اليسار. تمام? هاي عنا الرسمة قاف السين. هلا بدو سالب اثنين دائرة عند السالب اثنين. تمام? هلا بدو واعياها من جهة اليسار يعني انا بدي اجيها من هنا. من جهات اليسار. تمام? هاي عنا من جهة اليسار. بدي دي ارفع خطوط. هلا هنا خط ما في اقتران يعني انا بدي اظن مكمل ما في عنا خط. انا بدي اوصلت عندي للا الاقتران. يلا. بدي ارفع خطوط. هي مسك هي وين الاقتران يلي مسك فيه? هي. فبظني عليه يا حداش العلمي. يلا من جهة اليسار. القيم عمالها كل ما باقترب. من العدد سالب اثنين. القيم عمالها صورتها على محور الصادات عمالها عم تقترب لمن؟ لعند الثلاث. تمام? صورتها عم تقترب لمن؟ لعند القيم عمالها عم تقترب للعدد الثلاث. تمام? اذا برفع خطوط. امسك في الاقتران. هيني مسكته. بظنى اكرب للعدد سوف نهاية تقافسين لما سين تقترب من سالب اثنين من جهة اليمين البصر يسكر بعد محور الصادات سوف نهاية تقافسين لما سين تقترب من سالب اثنين بالمجرد استفقрашية تعطي المدخل من سالب اثنين من سالب اثنين من جهة اليسار سأجد نهاية قاف السين المسين تقترب من اثنين من جهة اليمين يبدأ أجيه من جهة اليمين يلا الآلية كيف من خلال الرسل برفع خطوط بأخذ بجواره برفع خط تأمسك في الاقتران هيني مسكته هاي مثلا صورتها بظني أقرب هاي عنا صورتها مثلا عميحور الصادات بشوف صورتها عميحور الصادات القيمة عمالها كل ما أقرب من العدد اثنين صورتها عمالها عم تقترب من مين؟ من الثنين إذا من جهة اليمين اللي هي الثنين هلا نيجي من جهة اليسار نفس الاشي هاي عنا من جهة اليسار برفع خط تأمسك في الاقتران هيني مسكته هاي صورتها مثلا هاي مثلا هاي صورتها كل ما أقرب عمالي من العدد الثنين صورتها عمالها عم تقترب أيضا من الثنين كله إلي دخل إنها مفتوحة ومغلقة طبعا لا إنها تكون معرّف إنه تساوي اثنين أو العدد ما إليها دخل في بحث النهاية ما إليك دخلينها مفتوحة أو مغلقة فاعمال هالقيم عمالها عم تقترب لا 2 إذن يمكن أن يأقول أنها نهاية قافسين المسين تقترب من 2 موجوده و كدي قيمتها هي 2 نسمع رقم كاف نهاية قافسين المسين تقترب من سفر أنا لحالة 11grand mud من جهة اليمين ونهاية قافسين المسين تقترب من السفر من جهة اليسار يحتي MON حينتي السفر منحط على يدائري هيا عندنا السفر و disturق عمل التقلب من nem تقترب من 0 من جهة اليسر وضح Mal Ana وменن خط dinมา اخذ قيم واشوف صورتها عم يحور الصادات القيم عمالها عم تقترب لمن كل ما اقرب للعدد سفر قيمتها عم تقترب للسفر فنهاية قاف السين لما سين تقترب من السفر موجودة كم قيمتها اللي هي سفر تمام يحداش العلمي هلا لو سألتك كمان سؤال قاف لاثنين يعني كم صورتها من خلال الرسم لو ما في عنا دائرة مغلقة بكون قاف لاثنين غير معرف بس عنا دائرة مغلقة هان يعني كم قاف لاثنين صورتها اللي هي واحد طبعا احنا لما بحثنا نهاية قاف السين لما سين تقترب من اثنين طلع اثنين هل شرط انها النهاية تكون نفس هالصورة طبعا ممكن تكون او لا يعني مش شرط انها نهاية قاف السين لما سين تقترب من اثنين تكون نفسها قاف لاثنين لبحث النهاية مش شرط أنها تكون عنسين تساوي ألف معرفة أنا بهمني أبحث بأخذ بجوار العدد ألف من جهة اليمين ومن جهة اليسر الله يعطيكم ألف عافية طلاب حادي عشر علمي إن شاء الله سنكمل أمثلة خارجي على هذا الدرس في الفيديو التالي عشان وقت الفيديو